السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الجمعة 13 أيلول سبتمبر بما أن توقعاتنا على يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة 7 و53 دقيقة بتوقيت جرينتش من صباح يوم الغد السبت لا ينتقل القمر بعدها له برج الدلو القمر الآن موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة وحدة و56 دقيقة فجر اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلاء وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية القمر بما أنه موجود في برج الجدي معناته اليوم نصبح أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أنه الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لأ إلا البعض ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 6 و53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الزهر هذه الزاوية رح تكون الساعة 11 و30 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب وبتزيد من ضعفنا وميننا للفوضى والتقلب وبتكون عنا رغبات ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية لازم نراقب كلامنا وتصرفاتنا لأنه ممكن نأذي فيها الآخرين دون أن نشعر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هذه الزاوية رح تكون الساعة 5 بعد العصر بتوقيت جرينتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن مراجعات طبية أو فحصات أو إذا كانت العمليات غير قابلة للتأجيل الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال والجهاز التوازن أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشكلة للعمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للحنة لا يصلح للصبغ طبعاً لأنه الشعر والجلد هم الأكثر حساسية وعمليات التجميل طبعاً مش الجراحية العميقة ممكن اللي هي رتوش أو تقشير أو أشياء بسيطة اللي ما يكون فيها أثار جانبية ويصلح أيضاً للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد السبت بيبدأ الساعة 37.34 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 7.53 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر وعمر القمر المحدد عمر 11 يوم الساعة 12.47 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم 12 نسبة الإضاءة 77% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 22.9 منتحسه بنسبة 10% القمر في الجدي حتى يوم 14.9 سعيد الآن بنسبة 5% ساعات الفجر منتحس بنسبة 25% ساعات الصباح سعيد بنسبة 5% ساعات الظهر سعيد بنسبة 30% ساعات العصر سعيد بنسبة 15% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 30% عطارد في العذرة حتى يوم 26.9 سعيد بنسبة 5% الزهرة في الميزان حتى يوم 23.9 سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 4.11 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15.11 منتحس بنسبة 10% قرنس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 12 منتحس بنسبة 10% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين خلال هذا اليوم وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ما بينفعكم العناد والتحدي حتى لو اشتدتوا الضغوط بل برر عملك واظهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة وصحبة وإنت طباعك وأفكارك مشتتة وعصبة نتيجة الغضب أو الاضطراب برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما تجعل أي شيء يحبطك التطورات غانية بالفرص المناسبة بتنحسر عواصف الأيام الأخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك نسبيا وتعتبر فترة مناسبة للسفر لورشات العمل للامتحانات للدراسة ولتعزيز العلاقات برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتعودوا لتنظيم أموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أهميش أنك ما تثبت بمواقفك المتصلبة وكون مرن ومبتسم ناقش بليونة ودبلوماسية وتكلم وعبر عن آراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة وابدأ يومك بروح رياضية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الأجواء شوي متوترة لأن القمر مقابلك تماما فبدك تركز بشكل جيد وما ترتجل الأجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة فبدك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك عندكم قدرة على إنجاز قسم كبير من أعمالكم أهم شيء إنك ما تهمل الأعمال المهمة وما تهمل صحتك هاي فترة فيها عمل جيد حاول تكون أكثر انضباط وتنظيم وممكن تنشغل بأمور صحية أو رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن أحد المعاونين أو أحد الأصدقاء وممكن يكون في عمل جديد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لنشاط فني هاي الفترة بتحمل أجواء سحرية ومفاجآت سعيدة وبتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الأخيرة أو تحاول ترتيب الأمور تعتبر فترة بناءة وإيجابية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتفضلوا التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدو مضطرب ومرهف الحس بعض الشيء خلال هذا اليوم وممكن تشعر بالارتباك أو تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم إلقاء اللوم على الأحبة أعمالك كثيرة وإنشغالات منزلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات خلال هذا اليوم وهذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جيدة تبرر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطه بالتنقلات والاتصالات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة وممكن تحتاج لمساعدة جهة ما طبعا الكواكب بتدعمك اليوم وبتعمل لصالحك وبتسهل كثير من الأمور أهم إشي أنه ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك كن حريص على موالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي تبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيدلكم نشاطكم المفقود وبوسعكم السيطرة على زمام الأمور حاولوا أنك تبحثوا عن أي شيء جديد وابحثوا عن أي شيء مميز بتعيش فترة واعدة من الأفراح والنجاحات وتعتبر فترها متميزة خلال هذا الشهر وحاول أنك تدخل التنويع لحياتك الشخصية واليوم بيحملك انفراج أو تسوية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها لأن القمر موجود في بيت المتاعب المتاعب عفوا اخلدوا للراحة قدر الإمكانوا اعملوا بشكل روتيني هذه فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاولوا إنهاء هذا اليوم على خير وسلام لأنه بكرة صباحا القمر بصير عندكم ممكن تواجه ضغوط أو عرقيل أو امتحانات صعبة كما أنه ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر إذا ما ركزت يعني ما في داعي للتسرع برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الآخرين وممكن تنجحوا في حاجة تأييد أو دعم لقضيتكم بتتحمسوا للقاء الناس وللتعارف وممكن تسافر أو تنضم لجمعية أو تهتم لشون أقارب الشريك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة